النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأربعاء الثامن والعشرين من كانون الأول نشرة جوية مفصلة عبر أثير راديو الثورة أهلا بكم سلسلة من المرتفعات الجوية تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بعد مشيات الله تعالى بأجواء مستقرة خلال ساعة نهر اليوم الأربعاء هذه المرتفعات الجوية أحده يتمركز في أجواء البلقان والآخر في أجواء مصر والمرتفعات الثالث متمركز في أجواء شمال شرق الجزيرة العربية هذه المنظومة الجوية تفرض طقسا مستقرة نهر اليوم الأربعاء ولكن مع تواجد منخفض جويا علويا سطحيا ضعيف يؤثر على منطقة بعد ظهر الخميس تنتشر بعض الصحب المتفرق نهار الخميس مع فرص ضعيفة لبعض الزخات المطرية العابرة والضعيفة على مناطق الساحلية والشمالية الغربية من جديد تعود منظومة الضغوط الجوية المرتفعة لتسيطر على المنطقة ابتداء من نهار الجمعة بتقسم مستقرين مع انتشاري لبعض الصحب المتفرقة بإذن الله تعالى بناء على هذا التحليل يتوزع الضغوط الجوية في الطبقات الجوية كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون التقص اليوم الأربعاء شتويا مستقرا مشمسا مع بعض الصحب المتفرقة تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا لتلامس 16 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجات مئوية تكون حركة الرياح غربية متوسطة عند 15 كيلو مترا في الساعة بالنسبة لطقس الخميس تتعرض المنطقة وخاصة الأجزاء الشمالية الغربية لحالة ضعيفة عدم الاستقلال الجوي على شكل أجواء غائمة جزئيا مع فرص أمطار متفرقة ضعيفة خلال ساعات بعد الظهر تشهد أجزاء ضيقة من شمال شرق حلب والرقة وأجزاء من البادية تشكل الضباب الصباحي في الأودية والمنخفضات توالي درجات حرارة خفاضها لتسجل 14 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجات مئوية من جديد تعود حركة الرياح لأن تكون شرقية عند 5 كيلو مترات في الساعة بالنسبة لطقس الجمعة تعود الأجواء وتستقر من جديد تشرق الشمس على أجزاء واسعة من المنطقة لكن يشوب الأجواء المشمسة بعض الصحب المتفرقة وخاصة خلال ساعات الظهر وما بعد ليكون التقس نهار جمع بصفة عامة غائما جزئيا إلى مشمس على فترات توالي درجات حرارة خفاضها لتسجل 13 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى درجتين مئويتين حركة الرياح تكون شرقية عند 15 كيلو مترا في الساعة إذن أجواء مستقرة اعتبارا من نهار اليوم مع حالة ضعيفة عدم الاستقرار على شمال غرب البلاد نهار الخميس تعود وتستقر الجمعة في التوقعات متوسطة وبعد ذلك نتوقع بإذن الله تعالى أن تدوم هذه الأجواء المستقرة على أن نشهد فترة استقرار قد تكون طويلة نسبيا وقد تستمر هذه الأجواء المستقرة حتى نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد كما تظهر الخرائط فإن هناك مؤشرات لموجة صقيع كما قلنا ضعيفة مع درجات حرارة ليلية بين الصفر والناقص واحد قد تبدأ مع ساعات ليل السابت الأحد لكن حتى اللحظة هذه الموجة مترددة على الخرائط نأمل من الله أن تبقى درجات حرارة ضمن المقبول خلال هذا الموسم هذا كان كل من يتعلق تطورات حرارة جوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون